لان استدعت الجزائر ظهر اليوم سفيرها في فرنسا للتشاور واكتفت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية بالقول ان بيانا توضيحيا سيصدر لاحقا من جهة اخرى افادت التقارير الواردة من الجزائر بان مقر المخابرة الجزائرية يعيش هذا المساء فوضى عارمة بعد الضجة الكبيرة التي اثارها صدور كتاب في فرنسا تحت عنوان ربيع الارهاب في الجزائر يتضمن معلومات خطيرة عن النظام الجزائري من خلال شهادات معارضين جزائريين تؤكد تورط كل من الجنرالات شنغريحا وتوفيق مديا وخالد نزار واخرين في اعمال ارهابية خطيرة وذكرت هذه التقارير ان وفدا امنيا بقيادة الجنرال قايدي مدير المخابرات العسكرية والجنرال مجاهد المستشار الامني للرئيس الجزائري يحاول التفاوض مع السلطات الفرنسية من اجل سحب هذا الكتاب من الاسواق اشتركوا في القناة